طيب نروح لدي دي دي شون دي 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 شون طبعا مدير فني اعتقد اي 8 سنين تولى مسؤولية منتخب فرنسا بالنسبة لجمهور فرنسا اعتقدوا ان اخفاق كبير جدا يبقى عندك الكتيبة دي من النجوم في مواجهة منتخب شاب منتخب على فكرة ممكن كتير جدا من العناصر دي مش عارف طبعا فيه تنصيق بينهم ولا لا وده وارد حدوثه انا من وجهة نظري اسبانيا معنا في مجموعة مصر في الأولمبياد وبالتالي انا شايف انه فيه اسماء كتير جدا من عناصر المنتخب ده ممكن تكون بتلعب مع منتخب الأولمبي في أولمبياد باريس لو ما كانش فيه تنصيق او انا بكلم من ناحية السنية من ناحية العمرية فيه لعيبة كتير جدا في منتخب اسبانيا تحت 23 لو احتاجهم المنتخب الأولمبي ممكن يكونوا موجودين معاه لكن القصة عندهم بتدار بشكل مختلف شايف شكل احترافي اكتر يعني وبالتالي كلام على دي 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 شون ارجع له مرة تانية انه طبعا اخفق كبير جدا الصحافة الفرنسية هجمته بقوة جدا النهاردة الكتير كان متوقع انه في حالة عدم تحقيه اللقب هيكون نهاية مشواره مع منتخب فرنسا لكن النهاردة يعني المسؤولين في اتحاد الكرة القدم الفرنسية اكدوا على انه دي 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 شون باقي وانه هيتم تجديد الثقة فيه ده على عهدة صحيفة الكيب الفرنسية انه دي 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 شون باقي فيه منصبه كمدير فني لمنتخب فرنسا حتى نهايات كاس العالم 2026 وتم تجديد الثقة فيه رغم خلوجه الحقيقة الغير متوقع يعني يمكن قبل البطولة كانت فرنسا هي المرشح لأول ده شيء مفهوش شك لكن بعد المستوى اللي ظهر به المنتخب الاسباني اعتقد ان كل محبي الكرة الجميلة استمتعوا اكتر منتخب متعك في البطولة دي اكتر منتخب ظهر بشخصية اكتر منتخب عنده ثبات في المستوى اكتر منتخب تراهن عليه كان المنتخب الاسباني العين اللي ضربت كيليا نيمبابي هي اللي ضربت برضو منتخب فرنسا بعد طبعا مسلسل انتقاله من PSG لريال مدريد وبالمناسبة ادارة نادي ريال مدريد اكدت على انه هيتم تقديم نجم منتخب فرنسا ونجم PSG سابقا ونجم ريال حاليا كيليا نيمبابي في سانتياجو برنبي وطبعا على صفحته في بيان رسمي نشر كافة التفاصيل انه يوم 16 يوليو اللي جاي ده هيتم تقديم صفقة ريال او صفقة الاولى في المركات والصيفي اللي تمت السندي على مستوى العالم زي ما نشر كمان ريال مدريد على حساباته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يوم 16 يوليو هيكون الحفل الرسمي لتقديم كيليا نيمبابي في ملعب سانتياجو برنبي ترجمة نانسي قنقر